موسيقى واشنطن تحمل الحوثيين المسؤولية الأبرز عن الصراع في اليمن لرفضهم وقف إطلاق النار واتخاذ خطوات باتجاه التسوية مع تسجيل 579 ألف وظيفة جديدة في مايو بايدن يشيد بتقدم تاريخي ويدعو لإقرار خطته لتحفيز الاقتصاد البيت الأبيض يحذر من تصاعد الهجمات الإلكترونية وخطرها على الأمن القومي ويقول أن بايدن سيطرح هذه التهديدات خلال قمته مع بوتن العاشرة ليلاً بتوقيت جراناتش الخامسة مساءً بتوقيت واشنطن من العاصمة نشرة مفصلة للأخبار أهلاً بكم حملت الخارجية الأمريكية الحوثيين المسؤولية الأكبر عن الحرب في اليمن وذلك لرفضهم لانخراطة بشكل هادف في وقف إطلاق النار واتخاذ خطوات لحل نزاع المستمر منذ نحو سبع سنوات وأدى إلى واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية في التاريخ الحديث المبعوث الأمريكي القاص باليمن تام لاندركانج ناقش خلال جولة شملت السعودية وعمان والإمارات والأردن الأزمة الإنسانية والاقتصادية في اليمن وشدد أعلى الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار الشامل لتقديم الإغاثة لليمنيين ودعا إلى المشاركة الجادة في جهود الولايات المتحدة والأمم المتحدة لتوصل إلى حل سلمي للنزاع الحوثيون يتحملون المسؤولية العظمى عن الصراع في اليمن المبعوث الأمريكي الخاص لليمن يتهم الحوثيين برفض الانخراط بشكل هادف في وقف إطلاق النار واتخاذ خطوات لحل النزاع وتجاهل معاناة الشعب اليمني تيم ليندر كينغ أنجز جولة في المنطقة لمناقشة الأزمة الاقتصادية والإنسانية في البلاد ضمن مساعي تبذلها واشنطن لإنهاء الصراع المستمر منذ ما يقرب من سبع سنوات واستئناف جهود إغاثة اليمنيين هذه المساعي حددت عدة جهات مسؤولة عن افتعال المشكلات بحسب بيان للخارجية الأمريكية أوضح أن أبرز العقبات كانت عدم التعاون من جانب الحوثيين الذين راحوا رغم إدانات المجتمع الدولي يواصلون هجماتهم على محافظة مأرب جولة المبعوث الأمريكي جاءت بالتنسيق مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة الذي اصطدمت مساعيه لإقرار وقف إطلاق النار في وقت سابق برفض الحوثيين مقابلته الحوثيون من جانبهم يحملون مجلس الأمن الدولي المسؤولية عما آلت إليه الأمور في اليمن ويقولون إن قراراته تستند إلى تقارير استخبارية لدول التحالف الذي تقوده السعودية وقبل أيام أعلنوا وصول مفاوضاتهم مع الأمم المتحدة بشأن صيانة ناقلة نفط متهالكة قبالة السواحل اليمنية لطريق مسدود الناقلة صافر صنعت قبل خمسة وأربعين عاما وتستخدم كمنصة تخزين عائمة وهي محملة بكميات من النفط يقدر ثمنها بأربعين مليون دولار ولم تخضع السفينة لإجراءات الصيانة منذ ست سنوات فنخر الصدأ هيكلها وقبل عام تسربت المياه إلى غرفة محرك السفينة ما جعلها مهددة بالانفجار في أي لحظة فتتسرب حمولتها بالبحر الأحمر ويطالب الحوثيون قبل السماح لأحد باعتلاء السفينة بضمانات لأن تحول عائدات النفط الموجود على متنها لسداد رواتب موظفين يعملون في إدارات تحت سلطتهم وفي المقابل تطالب الحكومة اليمنية بإنفاق العائد على مشروعات صحية وإنسانية مجلس الأمن الدولي أصدر بيانا طالب الحوثيين بالسماح من دون تأخير لمفتشين دوليين بتفقد وإجراء الصيانة الأولية للناقلة وذلك قبل وقوع كارثة بيئية من شأنها تعطيل نشاط الصيد وإغلاق ميناء الحديدة الحيوي 6 أشهر وللمزيد من التعليق والنقاش ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من سبرينجفيلد في ولاية فرجينيا دوك بانداو مساعد الرئيس الأمريكي لاس باكرونالد ريغان وكبير الباحثين في معهد كاتو أهلاً ومرحباً بك معنا في البداية ما الذي تعني هذه اللهجة وإلى أي مدهية جديدة في تعامل الولايات المتحدة مع الحوثيين السفير لندر كينغ يحاول ترتيب وقف إطلاق النار بين الأطراف السعودية تعبت بعد ست سنوات من الحرب وهي لم تتوقع ذلك اعتقدت أن الانتصار سيكون سريعاً حالياً الحوثيون مستعدون وبصراحة هذه هي المشكلة وذلك الحوثيون ينتصرون ومنذ انتصارهم الأخير اعتقدوا أن بإمكانهم السيطرة على مأرب وهي منطقة مهمة في الشمال وتحتوي على موارد نفطية أو موارد طاقة إذا سيطروا على مأرب ستكون لهم ميزة في أي محادثات تحدث وبالتالي يبدو أنهم يأملون في السيطرة على المدينة قبل أن يوافقوا على وقف لإطلاق النار وهذا يعني القتال سيستمر نتيجة لجهودهم والسفير ليندر كينك محبط جداً بشأن ذلك تتقاطع الأزمة اليمنية مع ملفات كثيرة مع العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية ومع إيران وكذلك الانقسامات في الداخل اليمني كيف يؤثر كل ذلك على موقف الإدارة الأمريكية مما يجري؟ الإدارة الأمريكية كانت تأمل أن تصل إلى المنصب وبدون التركيز على الشرق الأوسط كانت تريد إيقاف الانخراط الأمريكي إلى جانب السعوديين وكانوا يعتقدون أنهم بهذا يحققون سلام سريع أو على الأقل وقف مؤقت لوقف إطلاق النار يسمح لهم بالتركيز على قضايا أخرى ولكن هذا صعب وكما أشرتم الموقف في اليمن معقد جداً لأنه في الجنوب هناك حكومة هادي وهناك الانفصاليين وهناك آخرين والحوثيون لا يسيطرون هناك والمشكلة هي مشكلة بيئة ونفط والحوثيون يستخدمونها كأداة وبالطبع إيران مستمرة في دعم الحوثيين وربما يوافقون على تقليص ذلك الدعم إذا عادوا إلى الاتفاق النووي ولكن هذا لم يحدث بعد كل هذه القضايا متصلة ببعضها البعض والإدارة لديها نفوذ قليل على أهم طرف حالياً وهو الحوثيين من بين عوامل هذا التعقيد المسألة الإنسانية التي يعاني منها السكان هناك كيف ترى تأثير ذلك على خيارات الولايات المتحدة والأمم المتحدة كذلك؟ هناك نوع من اليأس من جانب الأمم المتحدة وأعتقد أو سعي حثيث وكذلك من جانب الإدارة لإيقاف هذه الفضائع الإنسانية نرى الموت وسوء التغذية والجوع وأمراض كثيرة والموقف سمته الأمم المتحدة أسوأ موقف إنساني أو أزمة إنسانية في العالم وقف إطلاق النار سيسمح للمساعدات أن تأتي وأن يكون هناك توزيع عادل للمساعدات من الصعب القيام بذلك في وجود الحرب والأطراف تستغل هذه المساعدات ولا تسمح بتوزيعها على المحتاجين في الأيام الأولى من هذه الإدارة تراجعت عن خطوة كان الرئيس السابق دونالد ترامب قد أقدم عليها فيما يتعلق بالتعامل مع الحوثيين الآن هذه التصريحات إلى أي مدى تحمل رؤية جديدة للتعامل معه؟ الإدارة لسوء الحظ لديها نفوذ قليل وصف الحوثيين بالإرهابيين هذا ليس له تأثير كبير لأن لهم صلاة محدودة جداً مع الغرب من ناحية المعاملات المصرفية إلى آخره وبالتالي هذا عبارة عن رمز وأفضل أمل هو محاولة الحصول على النفوذ من خلال إيران إذا افترضنا أن أمريكا وإيران ستتوصلان إلى اتفاق والعودة إلى الاتفاق النووي ولكن هذا قد يتطلب وقتاً طويلاً الولايات المتحدة لن ترسل قوات إلى اليمن وهذا يجعل المسألة أصعب بالنسبة للسفير ليندر كينغ أن يجد طريقة للضغط على الحوثيين كي يتفاوضوا في وقت مبكر هم يعتقدون أنهم سيحصلون على ميزة من خلال الاستمرار في القتال لماذا يتخلون عنها لسوء الحظ السفير ليندر كينغ ليس له إجابة عدى الإجابة الإنسانية ولكن هذا لا يحرك الحوثيين باتجاه وقف الإطلاق النار في رأيك كيف تعاملت إيران مع هذه الورقة من أوراق الضغط خلال هذا المشوار منذ 2015 حتى الآن مهم أن ندرك أن هذا ورقة السعودية أعطتها إلى إيران إيران رأت فرصة لاستنزاف السعودية عسكريا وبتكلفة بسيطة نسبيا الولايات المتحدة قدمت مليارات الدولارات من الأسلحة إلى السعودية وإيران وفرت مقدار بسيط من الدعم بالمقارنة مع ذلك والحوثيون أنفسهم طوروا صناعة سلاح خاصة بهم وإيران سببت تكلفة كبيرة وإحراج للسعودية مع الحق ألم بسيط بهم ولسوء الحظ هذا نتيجة لدخول السعودية الحرب وطبعا المشكلة هي أن هناك رغبة لإحلال السلام ولسوء الحظ الحوثيون ممكن أن يستمروا في القتال سواء السعودية كانت منخارطة أم لا دوك بن دعو مساعدة رئيس الأمريكي لأصبع كرونالد ريغن وكبير الباحثين في مهات كاتو شكرا جزيلا لك شكرا من العاصمة مستمرة معكم وتتابعون فيها بعد قليل واشنطن تحذر من عواقب إغلاق معبر باب الهوى على ملايين السوريين وتجدد الدعوة إلى تسليم المساعدات الإنسانية عبر الحدود بانتغن يعلن أن مناورات الأسد الأفريقي في المغرب وتونس والسنغال ستنطلق الاثنين وتهدف لتعزيز القدرات العسكرية والتعاون الاستراتيجي أهلا بكم من جديد في الجوز الأول من هذه النشرة تناولنا تحميل الخارجية الأمريكية الحوذين المسؤولية الأبرز عن الصراع في اليمن لرفضهم وقفة إطلاق النار واتخاذ خطوات باتجاه التسوية كما سنتطرق إلى تقرير الوظائف الذي أفاد بتسجيل 579 الفوظيفة جديدة في شهر مايو الماضي لكنه حذر من أن التعافي الاقتصادي يحتاج إلى مزيد من الوقت وسنتناول ردة فعل بايدن الذي أشاد بالتقدم واصفاً إياه بالتاريخي وداعياً لإقراء خطته لتحفيز الاقتصاد ورحقاً سنتطرق إلى تحذير إدارة بايدن من تصاعد الهجمات الإلكترونية وخطرها على الأمن القومي أوضح البيت العبيض أن بايدن سيطرح هذه التهديدات خلال قمته المرتقبة مع بوتن قالت سافيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أن يغلق معبر باب الهوى الحدودي الذي تمر عبره مساعدات إنسانية إلى سوريا يمكن أن يتسبب في معاناة عميقة بالنسبة للملايين وجددت لاندا توماس جرينفالد خلال زيارة استغرقت ثلاثة أيام إلى تركيا دعوة مجلس الأمن الدولي إلى تمديد الإذن بتسليم المساعدات الإنسانية عبر الحدود مجلس الأمن للضغط من أجل وصول المساعدات الإنسانية وإعادة فتح معابر حدودية أخرى وأعلنت عن نحو 240 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الإضافية من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدعم السوريين والدول التي تصديف لاجئين سوريين أعلن وزير الخارجية الأمريكية أنتون بلانكين في تغريدة أنه أجرى محادثة مهمة مع قادة فلسطينيين أمريكيين حول العنف في إسرائيل وضفة الغربية وغزة وأكل التزام الولايات المتحدة بعادة بناء العلاقة مع الشعب الفلسطيني وأضف أن الإسرائيليين والفلسطينيين يستحقون تدابير متساوية من الأمن والحرية والفرص والكرامة وأضف في تغريدة ثانية أنه أجرى محادثات جيدة مع قادة الجالية اليهودية حول إسرائيل وضفة الغربية وغزة وأكد بلانكين قد بحث مع نظيره العمني بدر البوسعيدي في اتصال هاتفي الجهود المبدولة للحد من مخاطر استمرار الصراع بين إسرائيل وحماس والأطراف الأخرى في غزة كما أكد بلانكين التزام الولايات المتحدة بحل دولتين مشددا على أن الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء يستحقون العيش بأمان وأمن وكرامة وأشار الطرفان إلى همية وقف فوري وشامل لإطلاق النار للمساعدة في إنهاء الحرب في اليمن والمعاناة الإنسانية للشعب اليمني قال زعيم حزب يمينة نفتالي بنات أن حكومة تغيير الإسرائيلية التي سيتناوب على رئاستها مع زعيم حزب هناك مستقبل يائر لباد لن تمتنع عن شن حرب على غزة أو لبنان إذا استدعت الحاجة مسيرات منددة بالاستطان الإسرائيلي في الدفة الغربية تثير مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي قرب جابل الصباح التابع لبلدة بيتا جنوب مدينة نابلوس ولم يمنع سريان الهدن بين إسرائيل وقطاع غزة الرافضين لإقامة بؤر استطانية جديدة من الاحتجاج والتضامن مع سكان حياي الشيخ جراح وبطن الهوى في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى هنا وسط بلدة سلوان فرقت الشرطة الإسرائيلية من استجابوا لنداء مسيرات الغضب ضد الاستطان في الدفة الغربية ومنعته من التعبير عن دعمهم للأسر المقدسية المهددة بإخلاء منازلهم لصالح المستوطنين استياء فلسطيني من استمرار الأنشطة الاستطانية يقابله إسرار إسرائيلي على عدم تجميدها فقد أكد زعيم حزب يمين اليمين نفتالي بنت في حديثه مع قناة إسرائيلية أن حكومة التغيير الجديدة التي سيتناوب على رئاستها مع زعيم حزب هناك مستقبل الوسطية إير لاكيد لن تمتنع عن شن حرب على غزة أو لبنان إذا استدعت الحاجة قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جانساكي أن رئيس جو بايدن ستلتقي الأمين العام لحلف شمال الأطلسية سلواتنبارك في البيت الأبيض يوم الاثنين السابع من الشهر الجاري أوضحت أن الجانبين سينقشان مزيدا من القضايا والمسؤوليات المشتركة بين أعضاء الحلف قبل قمة المقررة عقدها في براكسال يوم الرابع عشر من يونيو الجاري وأمنا من تلك الملفات تحقيق الأمن عبر الأطلسية أمام ما تشكله روسيا والصين من تحديات أعلنت الولايات المتحدة عن تقديم أكثر من 266 مليون دولار كمساعدات إنسانية جديدة لأفغانستان كانت الإدارة الأمريكية تعهدت بعد قرائها بإنهاء وجود قواتها لمدة 20 عاما بحلول الحادي عشر من سبتمبر بمواصلة المساعدات العسكرية والمدنية الأمريكية في أفغانستان وصت حذيرات بتعليقها في حال حدوث تراجع عن التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان لاسيا مع حقوق النساء والفتيات حتى تصين الولايات المتحدة على رفع الحظر الأمريكي المفروض على الاتثمار في عشرات الشركات الصينية المتحدث باسم الخارجية الصينية قال الجمعة إن الحكومة الأمريكية تعمل على توسيع مفهوم الأمن القومي واستخدام كل الوسائل الممكن لتقييد شركات الصينية على حساب قواعد السوق المتحدث أضف أن الإجراءات الأمريكية أضرت بمصالح المستثمرين بمن فيهم المستثمرون الأمريكيون على حد وصفه الموقف الصيني يأتي بعد توقيع رئيس الأمريكي أمرا تنفيذيا يقضي بمنع الاتثمار في عشرات الشركات الصينية أعلن المتحدث باسم بانتغون جوان كاربيان مناورات الأسد الأفريقي 2021 في المغرب وتونس وسنغال ستنطلق الاثنين المقبل وأضف أن المناورات ستتواصل حتى الثامن عشر من يونيو تشارك فيها سبعة ألاف عسكري من تسع دول وأوضح أن المناورات ستشمل تدريبات جوية وأرضية وستشكل فرصة لتعزيز قدرات القوات المشاركة والتعاون الاستراتيجي فيما بينها قدمت الولايات المتحدة مساعدات لتونس دعما لمجهودات التنسيق للتواصل خلال فترة الجائحة وذلك من خلال توفير تجهيزات للتواصل عن بعد بتقنية الفيديو بقيمة مليون وخمسمائة ألف دولار وقالت السفرة الأمريكية في تونس على صفحتها في فيسبوك أن هذه المبادرة مكنت ربط 377 قاعة مؤتمرات في البلديات والولايات ووزارة الشؤون المحلية والبيئة مما يضمن تواصل العمل في ظروف التباعد الاجتماعي أشهد الرئيس الأمريكي جو بايدن باستحداث سوق العمل الأمريكية لخمسمائة وتسعة وخمسين ألف وظيفة في شهر مايو مشددا على ضرورة تمرير خطته للاهتثمار في البنى التحتية وخلق ملايين الوظائف والتي تقضع حاليا لمفاوضات صعبة مع الجمهوريين في الكونغرس وأقل إن الاقتصاد الأمريكي يتعافى بوتيرة أسرع من أي قوة اقتصادية رئيسية في العالم تقرير الوظائف الشهري بات مؤشرا يرقبه البيت الأبيض عن كتب لمعرفة مدى تجاوب سوق العمل الأمريكية مع مبادراته الاقتصادية للخروج من أزمة الجائحة الأنشتة الصناعية باتت بنفس القوة تقريبا التي كانت عليها منذ أكثر من 15 عاما أو ربما أكثر لا يوجد اقتصاد كبير في العالم ينمو بنفس سرعة اقتصادنا ولا توجد قوة اقتصادية رئيسية تؤمن وظائف بمثل سرعتنا تقرير شهر مايو الذي حمل أخبار سر لرئيس الأمريكي باستحداث 559 ألف وظيفة أي ما يعادل ضعف حصيلة شهر أبريل حمل أيضا أولى المؤشرات على تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي وانتعاش قطاعات حيوية شلتها الجائحة لو كنت في البيت الأبيض فإنني سأمل أن يقود كل هذا الانفاق الحكومي الجديد إلى حشد الموارد المتوافرة في الولايات المتحدة ومساعدة الرئيس بايدا سياسيا وقبل الانتخابات النصفية في خريف 2022 سيصبح بإمكانه أن يقول للناخبين انظروا لقد أنجست المهمة بإعادة القوة إلى الاقتصاد وتطعيم الأمريكيين وإعادة العمال إلى وظائفهم مكتب إحصاءات العمل سجلت خفاضا في معادل البطالة وصل إلى 5.8% رغم أنه لا يزال بعيدا عن مستويات ما قبل فيروس كورونا ويراهن بايدل على خطة الإنقاذ التي يتفاوض بشأنها حاليا مع الجمهوريين لتحديث البنى التحتية وخلق ملايين الوظائف وإعادة الاقتصاد الأمريكي إلى سابق عهده انتعاش سوق العمل في شهر مايو يمنح البيت الأبيض أيضا فرصة للرد على انتقادات الجمهوريين الذين اعتبروا أن إعانات البطالة التي أقرها بايدا أدت إلى تقعس العاملين بأجور منخفضة عن العودة إلى وظائفهم هي جمهور الحرة البيت الأبيض ورفض الرئيس الأمريكي جو بايدن تحديث الجمهوريين على عرضه بشأن البنى التحتية في الولايات المتحدة قال البيت الأبيض أن مقترح الجمهوريين عرضته على الرئيس السناتور شاليب مور كابيتا خلال مكالمة هاتفية يوم الجمعة طفل أن الجمهوريين أضافوا 50 مليار دولار على عرضهم السابق إلى أن بايدن رفض العرض بداعي عدم ملاءمته لمشروع عودة الاقتصاد ومواجهة أزمة المناخ وتوفير وظائف جديدة وبعد قليل تتابعون في هذه النشرة شركة فيسبوك تعلق حساب ترامب لمدة عامين والأخير يصفها بمثابة إهانة بـ 75 مليون شخص صوتوا له فاوتي يطالب الصين بالوثائق الحاسمة للجدل بشأن منشأ فيروس كورونا أهلا بكم مجددا أعلن موقع فيسبوك تعليق حساب الرئيس الأمريكي السابق دونات ترامب لعامين لفتا إلى أن الشخصيات السياسية ستعاقب وسوة بالمستخدمين الآخرين تنتهكت قواعد المنصة الاجتماعية وخصوصا في حال تطلل الإعلامي وأقل الموقع أن ترامب لن يستطيع العودة إلا مع زوال الأخطار التي تهدد أمن الرأي العام واعتبر ترامب قرار فيسبوك هنة لناخبين الذين صوتوا له في الانتخابة الرئاسية ودعا إلى عدم السماح لهذه الشركات بممارسة هذه الرقابة أعرب رئيس ريسيف لدمر بوتنع رغبته في أن تفضي القمة التي ستجمعه بنظيره الأمريكي جو بايدن إلى تحسين العلاقات الروسية الأمريكية وقال إن على الطرفين جادوا سبيل لتنظيم هذه العلاقات التي اعتبر أنها في أدنى مستوياتها اليوم وبينما أحجم عن توجيه انتقادات إلى الغربيين حمل واشنطن المسؤولية عن تدهور العلاقات بين الدولتين وأصف فرض الولايات المتحدة عقوبة على بلاده في السنوات الأخيرة باللغز رأى بوتنان العلاقات بين موسكو و واشنطن باتت رهينة اعتبارات سياسية في الولايات المتحدة أعلنت المتحدثة باسم البيت العبيد جانساكي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يرى أن الهجمات الخبيثة المتكررة والمتزايدة مصدر قلق أمني وطني ومتصاعد وكررت أن بايدن يخطط لإثارة القضية مع الرئيس الروسي في الولايات مار بوتن عندما يلتقيان في جناب يوم السادس عشر من يونيو الجاري وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي أن الوكالة تجري تحريات بشأن نحو 100 من الهجمات بالبرمجيات الخبيثة التي تطلب فيديا مضيفا أن الكثير منها تعود إلى فاعلين في روسيا وأضح في مقابلة مع صحيفة والستريت جورنر أن روسيا تاوي العديد من المستخدمين المعروفين لتلك البرمجيات المسؤولة عن هجمات في الولايات المتحدة كان البيت الأبيض قد دعا مسؤولي الشركات الكبرى وقادة العمال إلى تعزيز الإجراءات الأمنية في مواجهة الهجمات الإلكترونية لسيما البرمجيات الخبيثة التي تطلب فيديا يأتي تعرض مؤسسات أمريكية لهجمات إلكترونية كان آخرها الهجوم على أكبر خط لأنابيب الوقود الذي عطل الإمدادات شرقية الولايات المتحدة البرمجيات الخبيثة صارت تشكل تهديدا حقيقيا يقلق المسؤولين في الولايات المتحدة التحذير هذه المرة جاء من البيت الأبيض ومن مستشارة الأمن السبراني في مجلس الأمن القومي أنينو بيرغر التي قالت في رسالة وجهتها للمسؤولين التنفيذيين لكبار الشركات وكبار رجال الأعمال إن هناك زيادة كبيرة في هجمات البرمجيات الخبيثة من حيث الوتيرة والحجم مستشارة الأمن السبراني شددت في رسالتها على أن التهديدات جدية وفي تزايد مستمر داعية مسؤولية الشركات لاتخاذ خطوات حرجة من أجل حماية مؤسساتهم والشعب الأمريكي وأضافت بأن الهجمات السبرانية الأخيرة من خلال البرمجيات الخبيثة صارت تشكل تهديداً للأعمال الأساسية للمؤسسات ولا تتعلق فقط بسرقة بيانات وأنها تحولت من السرقة إلى تعطيل عمل ونشاط المؤسسات المستهدفة أنينو بيرغر ذكرت أيضاً أن القطاع الخاص له مسؤولية حساسة في الحماية من هذه التهديدات ويجب على كل المؤسسات تدرك أنها ليست في مأمن من تعرضها لهجوم بالبرمجيات الخبيثة مهما كان حجمها أو مكان تواجدها وتأتي تحذيرات مستشارة الأمن السبراني في مجلس الأمن القومي بعد تعرض مؤسسات أمريكية لهجمات عطرت نشاطها منها شركة جي بيس أس آي المتخصصة في تصنيع اللحوم التي عادت للخدمة الأربعاء بعد تعرضها لهجوم بالبرمجيات الخبيثة عطل نشاطها في شمال أمريكا وفي أستراليا ونقلت وكالة ريثرز عن مصدر مطلع أن مجموعة مرتبطة بروسيا تقف وراء الهجوم وخلال شهر مايو الماضي تعرضت شركة كولونيان بايبلاين التي تسير أكبر خط أنبيب لنقل الوقود لهجوم إلكتروني تسبب في تعطيل الإمدادات إلى ولايات الساحل الشرقي للولايات المتحدة التي عانت من نقص في البنزين لأكثر من أسبوع ولجأت الشركة لدفع فدية للقراصن قدرت بخمسة ملايين دولار المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي قالت الأربعاء إن الرئيس جو بايدن يعتقد أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين له دور يمكنه القيام به من أجل منع حدوث هذه الهجمات وإن بايدن يعتزم بحثها معه خلال القمة المقرر الشهر الجاري في هذه الأثناء نقلت وكالة رويترز عن مسؤول كبير في وزارة العدل الأمريكية قوله إن الوزارة قررت الرفع من أولويات التحقيق في الهجمات بالبرمجيات الخبيطة لتصبح في نفس درجة الإرهاب وقررت أن يتم تنسيق التحقيقات في هذا الشأن على المستوى المركزي مع فريق عمل أنشئ مؤخرا في واشنطن منذ نحو عامين والولايات المتحدة تتعرض لهجمات إلكترونية وسيبرانية أدت إلى تعطل العمل في مؤسسات عدة ومراكز حيوية وأطلقت القائمين على الأمن الإلكتروني للبلاد بداية العام 2020 وتحديدا في شهر مارس استهدفت إحدى الهجمات الحسوب المركزي لوزارة الصحة الأمريكية أفلت المعلومات وقتها أن الهجم تسببت في إطاء نظام الإلكتروني للوزارة في خضم جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المسجد أما جوجل فقالت إنهجمات مصدرها الصين وإيران قد استهدفت في يونيو الحملات الانتخابية لدونالد ترامب وجو بايدن من دون أن تحقق أهدافها في نوفمبر الماضي كشفت شركة مايكروسوفت عن حدوث ثلاث عمليات قرصنة مصدرها روسيا وكوريا الشمالية استهدفت سبع شركات وتمكنت من اقتراق حواسيبها المركزية وبياناتها أما في ديسمبر الماضي فكشفت الولايات المتحدة عن تعرضها لأكبر هجوم سيبراني في تاريخها استهدف مؤسسات فدرالية كبرى كالبيت العبيض ووزارة الأمن الداخلي وبانتاجون ووزارة العدل ووزارة الطاقة ووكالة ناسا فضلا عن خدمات البريد ووكالات فدرالية أخرى أما خلال العام الجاري فتستمر المعاناة من أثار الهجوم الذي شنه قراص ناع على علاقة بروسيا بحسب الادعاء الأمريكي على خط أنبيب كلانيل وأكبر خط أنبيب للوقود في الولايات المتحدة الذي عاق عملية تسليم الوقود لأيام عدة في الساحل الشرقي للبلاد في أحلاث الهجمات أبلغت شركة جي بياس البرازيلية الحكومة الأمريكية عن تعطل إنتاج اللحم في مصانعها في أمريكا الشمالية والسوريليا جراء هجوم مصدره منظمة إجرامية مقرها على الأرجح في روسيا للمزيد من التعليق على هذه المعلومات ينضم إلينا من واشنطن عبر خدمة سكايب مايكل ساكستون كبير الخبير في الأمن السيبراني والبرمجة أهلا ومرحبا بك معنا في البداية لنشرح للمشاهدين لماذا هذه الهجمة مختلفة وأكبر عن سابقاتها الطريقة التي يعمل فيها الرانسوم هي أنه ليس من السهل الدفاع ضده وبالنسبة لبعض الشركات أفضل حل لاستعادة البيانات تتمثل في دفع الفدية ما يعنيه هذا هو أن المجموعات الإجرامية التي تقوم بهجمات الفدية تحقق أرباحاً وعندما تكون هناك صناعة مربحة الناس تستثمر فيها وتنمو هذه الصناعة هذا ليس بشيء نراه فقط لعدة أشهر مهني ومحترفو الأمن السيبراني عملوا منذ 2015-16 مع صعود هذه الهجمات ورأينا المجموعات الإجرامية هذه أكثر جسارة وبدأت تختار شركات أكبر في أرض الواقع في مسألة الاختطافات وطلب الفدية تحذر الوكالات الأمنية والحكومات الجهات من أن تعطي فدية في المسائل الالكترونية كيف تتعامل الحكومات مع هذا الأمر؟ هذا يحدث غالباً سأعطيك مثالاً الكثير من المستشفيات ضربت من هذه الهجمات لأن المستشفيات لديها أشياء أكثر أهمية للاستثمار فيها أكثر من الأمن السيبراني لو كنت مستشفى وأصابك هجوم فليس أمامك خيار إلا أن تقبل الضربة وأن تعيد البرمجة هذا سيؤدي إلى موت المرضى وقد مات مرضى نتيجة لذلك هذا هو الحال بالنسبة لهذه الشركات التي ترفض أن تدفع الفدية هل هي ستتحمل حكم بالموت نتيجة لهذا أم لا؟ يأخذنا هذا إلى مصادر هذه الهجمات وإلى أي مدى يمكن الحكومات في الدول التي تقع منها هذه الهجمات أن يكون لها سيطرة على ما يجري هذا سؤال جيد الكثير من هذه الهجمات تنبع من شرق أوروبا ومن روسيا في روسيا هناك تفاهم بين الحكومة والمخترقين أو القراصنة طالما أنهم لا يستهدفوا أجهزة كومبيوتر في روسيا فالحكومة لن تمانع وغالبا ما تضغط الحكومة الروسية عليهم كي يقوموا بعمليات قرصنة بالأصالة عن الحكومة الروسية في الواقع كثير من عملياتهم تفيد الحكومة موظفوء الحكومة لا يقومون بالهجمات ولكن مجرمين تحميهم الحكومة لأن لها تفاهم معهم أنهم لن يضروا مصالح روسيا لنأخذ من إجابتك كيف تفيد هذه الممارسات الحكومة ونظام الروسي هذا سؤال صعب وذلك لأنه من ناحية أنا لا أعتقد أن التمويل يذهب مباشرة إلى الحكومة الروسية فقط في حالة كوريا الشمالية رأينا قرصنة والحكومة استفادت من الفدية نفترض أن هناك شركات في دول أجنبية تتعرض الهجمات وتدفع ولكن رأينا تصاعد فيها الهجمات وبدأت الناس تشعر بها في محطات البنزين والسوبرماركت وهذا قد يضغط على الحكومة الروسية كي تسيطر أكثر على هذه المجموعات روسيا لا تستفيد بالضرورة من وجود أو من تعميق عدم الثقة بينها وبين الولايات المتحدة في حديثه عن تذايد هذه الهجمات تحدث البيت الأبيض عن دعوة للشركات الأمريكية لتعزيز دفاعاتها في وجه هذه الهجمات لكن ماذا عن دور ومسؤولية المؤسسات الأمنية في الولايات المتحدة هذا سؤال جيد نعم هو منطقي بالنسبة لوزارة العدل أن تحصل على معلومات استخباراتية من الوكالات الاستخباراتية الأمريكية بشأن من هم هؤلاء المجرمين أحياناً يصيبون القطاع الخاص وليس فقط الحكومة وبالتالي يمكن تعريت هذه المجموعات وتعريف القراصنة الأفراد وهذا له تأثير عليهم ولكن لا يكفي ربما نصل إلى نقطة الأولايات المتحدة فكرت في هذا وأيضاً إمكانية القيام بهجمات قرصنا على هذه المجموعات الإجرامية وهذا في رأيي قد يكون غير مسبوك أن نقوم بهجوم سيبراني رداً على هجوم على شركة خاصة آخر مرة رأينا هذا فيه في الهجوم الكوري الشمالي على استوديو سوني مايكل ساكستون الخبير في الأمن السيبراني والبرمجة شكراً جزيلاً لك على كل هذه الإجابات رحبت منظمة الصحة العالمية بخطة الولايات المتحدة لمشاركة 25 مليون جرع من لقاح المضاد لفيروس كورونا مع الدول متواضعة الدخول بشكل عاجل ودعت الدول المصنعة للقاحات اتباع الولايات المتحدة والإسرائي في توفير اللقاحات في يونيو الجاري ويوليو وغسطس المقبلين وذلك بهدف سد الفجوة البالغة نحو 200 مليون جرعة بسبب الاضطرابات الجارية في الهند دعا كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتيا الصين للكشف عن السجلات الطبية لتسعة أشخاص قال التقارير أنهم أظهروا أعراضاً شبيهة بأعراض كوفا 19 قبل تفشي الجائحة بما فيهم ثلاثة بحثين في معهد هان لأبحاث الفيروسات في مقابلة مع جريدة فينانشل تايمز نشرت الجمعة برر دكتور أنتوني فاوتشي طلبه لبيكين بالكشف عن السجلات الطبية للأشخاص الذين أظهروا أعراضاً شبيهة بأعراض كوفيد 19 بأن تلك السجلات من شأنها أن تحسم الجدل حول أصل فيروس كورونا فاوتشي قال إنه يريد أن يرى السجلات الطبية لثلاثة أشخاص قيل إنهم مرضوا في 2019 وما إن كانوا قد مرضوا فعلاً وما الذي أصابهم وأحث السلطات الصينية على الكشف عن سجلات طبية خاصة بستة من عمال المناجم الذين أصيبوا بمرض الانتهاب الرئوي بعد دخولهم كهفاً في مقاطعة يونان الصينية عام 2012 وكانت صحيفة وولستريت جورنل نقلت استناداً لتقرير استخباراتي أمريكي أن ثلاثة باحثين في مختبر يوهان الصيني سعوا للحصول على الرعاية الصحية في مستشفى خلال نوفمبر 2019 أي قبل إقرار بيكين بوجود المرض وكشف أول حالة وقد دع الرئيس الأمريكي جوب أيضاً الشهر الماضي الأجهزة الاستخبارية الأمريكية إلى إعداد تقرير في غضون 90 يوماً حول منشاء فيروس كورونا وأوضح في بيان أنه لا توجد أدلة كافية لاستنتاج ما إذا كان الفيروس ناتجاً عن منامسة الإنسان لحيوان مصابة أو من حادث مختبرية وذع الصين إلى التعاون مع التحقيقات الدولية المتعلقة بأصل الوباء وسبق وأن رفضت بيكين بشدة فرضية كون كوفيد 19 نشأ عقب تسرب فيروسي من مختبرات معهد يوهان لعلم الفيروسات وأقالت الصفارة الصينية في واشنطن إن التصريحات التي تتهم بيكين بالوقوف وراء تفشي الوباء هي حملة للتشهير ولإحياء نظرية المؤامرة والتسريب المختبرية في هذه الأثناء أعرب الرئيس جو بايدن عن ثقته الكبيرة في كبير المستشارين الطبيين في البيت الأبيض أنتوني فوتي وهو كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة والذي عمل مستشارا لستة رؤساء أمريكيين وتراجعت الإصابات بفيروس كورونا بشكل محسوس في الولايات المتحدة وهو ما ساعد على العودة التدريجية للحياة الطبيعية في معظم الولايات مع التقدم الكبير في مجال اللقاحات اتلقى أكثر من مائة وستة وثلاثين شخصا اللقاح بشكل كامل أي ما يمثل واحدا وأربعين بالمئة من السكان وأحدد الرئيس بايدن كهدفنا الوصول إلى نسبة سبعين بالمئة ممن تلقوا على الأقل جرعة واحدة من اللقاح مع حلول الرابع من يوليو المقبل يسعى المشارعون الأمريكيون في تسع ولايات ذات ميول جمهورية إلى إدخال تعديلات قانونية على أنظمة الانتخابات المحلية يقولون إنهم يهدفون إلى إصلاح نظام الانتخابي القائم حاليا وجعله يعمل بصورة أفضل في المستقبل فيما يرفض الديمقراطيون هذه التعديلات التي أقرت في ولايات فلوريدا وتكساس وجورجيا ورعون فيها تضييقا على الناخبين أنها ستعقد عملية الانتخابات بصورة أكثر في خطابه بمناسبة تكريم ضحايا أحداث مدينة تولسا بولاية أوكلهوما قبل مئة عام ظهر الرئيس جو بايدن غير راض عن التعديلات الجديدة التي أدخلها مشرع عدد من الولايات الأمريكية عادة ما توصف بالولايات الجمهورية على قوانين الانتخاب فيها كما هو الحال في كل من جورجيا وفلوريدا وتكساس وذهب بايدن إلى حد وصف البعض منها بأنه مخالف لروح القيم الأمريكية في الانتخابات الأخيرة نجحنا في ضمان سلطة القانون وضمان قوة ديمقراطيتنا واستطعنا تجاوز عقبات عدة سأكون واضحا الآن بالتأكيد على أنني سأعمل لضمان خيارنا هذا في المستقبل ولدي الكثير لأقوله في هذا الشأن في وقت لاحق هذا الموقف من رئيس بايدن سبقه جدل واسع في الولايات المعنية بين مشرعي الحزبين الديمقراطي والجمهور حول الجدوى من هذه التعديلات إذ يتمسك الجمهوريون بالقول أن النظام الانتخابي في ولاياتهم بحاجة إلى تعديل وتنظيم وظهر ذلك جليا وفق قولهم في انتخابات الرئاسة الأخيرة شاهدنا الكثير من الجهود في ولايات جورجيا وتكساس وفلوريدا وهنا في ميشيغان أيضا ويمكننا القول أنه في أغلب تلك الولايات التي يحتفظ فيها جمهوريون والمحافظون بأغلبية في مجالسها المحلية يمكن للنظام الانتخابي أن يعمل بصورة أفضل الديمقراطيون في الولايات التسعة التي أدخلت هذه التعديلات أو تعمل على إدخالها حاليا رفضوا هذه المشاريع وقد تظاهر كثيرون ضدها قائلين إنها تقيد إرادة الناخبين المحليين خاصة على مستوى التصويت عن طريق البريد أو التصويت المبكر وبين الرأيين يحدث جدل كبير وطويل في أغلب هذه الولايات حول مدى أهمية هذه التعديلات ومن سوف يكسب أكثر في المواعيد القادمة في حالة إقراره والإبقاء على هذه التعديلات كتشريعات انتخابية محلية رابح فلالي الحرة ووشنطن وبعد قليل تتابعون في هذه النشرة تقرير الاستخبارات الأمريكية لا يحسم الجدل بشأن لغز الأطباق الطائرة الفضائية حشرة سيكيدا تصبح مصدر إلهام لفرقة موسيقية في ولاياتنا جارسي الأمريكية لإنتاج مقطعات من موسيقى الجاس أهلا بكم مجددا ساهم التطور التكنولوجي وانتشار التطبيقات الذكية وظهور جيل العملات الرقمية في دفع الملايين وخاصة الشباب إلى اكتشاف عوالم التداول والمضاربة في الأسواق المالية وفي الأسبوع الأخيرة تراجع الإقبال على سوق العملات المشفرة نتيجة عدم استقرارها ووجود مخاطرة لتعرضها الانتكاسة قد لا يتحملها صغار المستثمرين كان يمن النفس بتحقيق ربح سريع من الاستثمار في دورج كوين غير أن وعد وكثيرين من المستثمرين مثله في هذه العملة أصيبوا بصدمة بعدما تهاوت أسهمه في الأسابيع الأخيرة كان طمع أنه يصعد للدولار فاشترينا على 50 سنت و40 سنت لكن بعدها هبط لـ 30 سنت و20 سنت فهي صارت هي بها اللحظة صارت الخسارة الكبيرة مو بس إلي كوعد الكثير من الأصدقاء اللي عرفوهم كثير من الناس اللي خرروا أصلاً من الخوف والتردد والحالة النفسية والضغط النفسي أنه أصلاً يطلعون من هذا العالم قبل ما عرف بالسبت الأسود عند المستثمرين في عملة الدوج اقترب رسيد واحد في تطبيق روبين هود من الثلاثين ألف دولار ومع ظهور رجل الأعمال إيلون ماسك في برنامج إسانيل تبخرت الأرباح ولم يبقى له غير رأس المال قاني بالنسبة لي خسرت آلاف الدولارات بسبب التصريحات الأخيرة الإيلون ماسك اللي هي أثرت على الأسواق كلها وعلى ستوك ماركت وبالأخص الكريبتوز العمولات الرقمية تذبدب أسهم العمولات الرقمية وعدم استقرارها رأى فيه محللون أنه يطرح علامات استفهام كبيرة عن مستقبل هذا المنتج لا سيما وأنه سريع التأثر بعوامل خارجية كالتصريحات الإعلامية ومنشورات منصات التواصل الاجتماعي يمكن القول أن هناك انحرافا في مواقف إيلون ماسك الذي كان أحد أكبر مؤيد بيتكوين والعملات المشفرة فهو لم يعد يريد أن تتعامل تيسلا بهذه العملات بعد أن قال قبل ثلاثة أشهر أنه سيعتمدها وهو في الحقيقة أمر خدش سمعة العملات الرقمية رغم أن ماسك كان واحدا من أكبر حامل مشعلها المنافسة تحدي آخر يقف أمام مستقبل العملات المشفرة فإلى حدود شهر مايو الماضي سجل ما يزيد عن أربعة آلاف عملة مطروحة للتداول في نحو ثلاثمائة منصة رقمية يقول المتحمسون للعملات الرقمية وأغلبهم من فئة الشباب إن هذا المجال سهل عليهم الدخول إلى عالمي التداول والمضاربة في الأسواق المالية بعدما كان ذلك حكرا على من يعرفون هنا في وولستريت بالحيتان الكبيرة محللون ماليون يرون من جانبهم أن الظاهرة حاليا تجربة عابرة وقد تتحول قريبا إلى رقم صعب في عالمي المال والأعمال عضلي ماسي الحرة نيويورك قالت صحيفة نيويورك تايمز أن محقق الاستخبارات لم يعثروا على أي أدلة تشير إلى أن الأطباق الطائرة التي رصدتها البحرية خلال السنوات الماضية تعود لأطباق طائرة من الفضاء الخارجي من المقرر أن ترفع الاستخبارات تقريرها للكونغرس قبل نشره للعامة حول ظاهرة الأطباق الطائرة التي رصدت البحرية الأمريكية أكثر من 120 منها في الأجواء الأمريكية ويؤكد معدو التقرير الذي يعده البنتاجون أن أغلبية هذه الظواهر التي باتت تعرف بأطباق اليفاز لا تعود للجيش الأمريكي ولا لأي نشاط حكومي أمريكي من دون أن يعطي التقرير تفسيرا لها أو يستبعد كونها لنشاط تجسسي أجنبي بدوره رفض البيت الأبيض التعليق على التقارير التي صدرت اليوم عن تحقيق البنتاجون حول ظاهرة الأطباق الطائرة الفضائية معتبرا أن التقرير الذي سيصدر قريبا لم ينتهي بعد أنجز فنانون فرنسيون عملا نحتي يبلغ ارتفاعه نحو ثلاثة أمتار شبيها بنصب الحرية في نيويورك وسيقدم كوديعة لدى العاصمة الأمريكية الشهر المقبل بالتزامن مع احتفالات الشعب الأمريكي بذكرى يوم الاستقلال كانت فرنسا أهدت قبل 135 عاما نصب الحرية العملاق للولايات المتحدة تعبيرا عن دعمها لاستقلال الولايات المتحدة قريبا جدا سيكون لسيدة الحرية الأمريكية في نيويورك شقيقة تدفع عنها الشعور بالوحدة الذي استمر 135 سنة ففي عام 1886 أهدت فرنسا نصب الحرية للولايات المتحدة كعربون لصداقة الشعبين توقيتات إرسال التمثال الشبيه ووصوله لم تقرر عبثا بل تتزامن مع احتفالات الشعب الأمريكي بذكرى الاستقلال التمثال الشبيه سيقلع من هنا في السابع من هذا الشهر أعتقد بأنه سيصل إلى نيويورك في الرابع من يوليو المقبل وفي الرابع عشر من الشهر سيصل إلى العاصمة واشنطن وهذا يعني أننا نكن كل الاحترام للمناسبات الوطنية في الولايات المتحدة وفرنسا هذا العمل النحتي النادر يستقطب منذ أكثر من قرن ملايين السائحين سنويا من جميع أنحاء العالم وقد تحول إلى معلم عالمي وأفردت له جزيرة في مياه نيويورك كتجسيد لحرية الإنسان في الهجرة التمثال الشبيه سيقدم كوديعة لدى واشنطن لمدة عشر سنوات بهذا سيوجد نصبان يمثلان الصداقة الفرنسية الأمريكية وحرية الشعبين بيننا تاريخ مشترك بشأن حرية الشعبين والتوقل الحرية والحاجة إليها وهذا ما يشترك فيه الشعبان الأمريكي والفرنسي حجم التمثال الشبيه أصغر من الأصيل بدرجة كبيرة حيث يبلغ ارتفاعه أقل من ثلاثة أمتار فقط ما يعني أنه أصغر من شقيقته القديمة بستة عشرة مرة أما من حيث الوزن فالفارق هائل جدا حيث يزن تمثال الحرية في نيويورك أكثر من مائتين وخمسة وعشرين طنا اتخذت فرقة موسيقية في ولاية نيوجرسي الأمريكية من الصخب الذي تحدثه حشرات السيكيدا مصدر إلهام لإنتاج مقطوعات من موسيقى الجاز يقول دافت راتنبارغ أستاذ الفلسفة والموسيقى في معهد نيوجرسي أن الصرير المتواصل لملايين الحشرات يمثل فرصة لا تعوض لبناء تكوينات موسيقية إبداعية بالنسبة لنا فهذا الصوت مصدر إزعاج لكن المليارات من حشرات الزيز التي استفاقت بعد سباة دام 17 عاما مثلت فرصة نادرة للتعاون من وجهة نظر مبدعين فرقة موسيقية تعزف الألحان على وقع هذه المحاورات الصاخبة للحشرة العملاقة حمراء العينين نعم بعض الناس بالطبع يعتقدون أنني مجنون ولكن هناك شيء مهم في أسلوبه هو التعامل مع الطبيعة الطيور والحتان الطبيعة ألهمت البشرة وهي منبع جميع أشكال الفن لعدة قرون ولذا فإن الارتباط بين الموسيقى والطبيعة دائما شيء يستحق الاهتمام وكلما زاد اهتمامنا بالطبيعة كان هذا هو سبيلنا لإنقاذها وليس تدميرها هذه الفرقة ألفت في السابق مقطوعات من موسيقى الجاز مصحوبة بزقزقة العصافير ونداءات الحيتان هناك الكثير من الموسيقيين الذين يعتقدون أنه من خلال الارتجال يمكنك الوصول إلى أماكن لا يمكنك الوصول إليها بأي طريقة أخرى هذا لا يعني أن هذا الأمر متاح للجميع إنه مجرد التعلم من اللحظة بناء على كل ما تعرفه حتى هذه النقطة يمكنك أن تبتكر شيئا مميزا للغاية وقد لا يحدث أبدا بنفس الطريقة مرة أخرى يعتقد روثنبرغ أن حشرة الزيز شريك موسيقي مثالي فأفرادها لا يحتاجون فترة راحة ويعزفون بمنتهى الحماس حتى آخر الحفلة والأهم أنهم لا يطلبون علاوة بدأت مركبة دراجون كروة التي أطلقتها شركة سباس اكس بتعاون مع وكالة الفضاء الأمريكية منورة الاقترابين المحطة الفضائية الدولية بحلول صباح يوم السبت تحمل المركبة في رحلة الثانية والعشرين إلى المحطة الفضائية أكثر من ثلاثة أطنان من المواد اللوجستية من ضمنها ولأول مرة كائنات مجهرية لإجراء دراسات عليها للاستفادة من سلوكها في التحضير لغزو الفضاء مستقبلا كانت هذه أخبارنا في منع العاصمة لهذه الليلة ألقاكم على رأس الساعة المقبلة مع مرجز للأخبار إلى اللقاء اشتركوا في القناة